الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق الله العلي العظيم النصراني بماذا تعرفه لا تعرفه بفكره ولا تعرفه بالكتاب المقدس عنده ولا تعرفه بعقائده ولا تعرفه بمبادئه إنما تعرفه بالصليب المعلق على رقبته أو بالصليب المرسوم على ملابسه أو بحركة الصليب التي يصنعها بإصبعه على وجهه وصدره إجمالا تعرفه بالصليب الصليب ما هو مفهومه مع قطع النظر عن أن الصليب إشاره إلى أن المسيح صار لعنة لأجل أتباعه كما ورد في كتابهم المقدس عندهم والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام الكفري من هذه الإهانة الكبرى لنبي عظيم كعيسى مع قطع النظر عن هذا الصليب إشارة إلى مظلومية المسيح الصليب إشارة إلى ما يعتقدونه من أن عيسى قد قتل وطريقة قتله أن اليهود أخذوه وصلبوه ومات بالصلب بالصلب هذه الطريقة التي يعتقدون يزعمون أن عيسى قد قتل بها هذه الطريقة يبينونها بهذا الرسم بهذا الشكل الذي اسمه الصليب خلاصة القول الصليب إشارة إلى مظلومية عيسى هذه العلامة التي هي علامة لمقتل عيسى حسب زعمهم نشروها هذه العلامة وهذا الصليب أشاعوه في كل مكان بكل الصور كيف ما أمكنه أشاعوه نشر الصليب في بيوتهم في محالهم التجارية في المدارس في المستشفيات حتى في الكنائس الكنائس مكان عبادة لا علامة مظلومية المسيح يلزم أن تكون حتى في أماكن العبادة على صدورهم في رقابهم على ملابسهم على بعض الأعلام لبعض الحكومات لهم يعني في كل بقعة بقعة من بقاع العالم رفعوا هذه العلامة علامة مقتل مزعوم لعيسى عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام حسب ما نعتقد لم يقتل نص القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم في نفس الآية آخر والآية الله عز وجل يقول وما قتلوه يقينا رضية مكذوبة من أساسها كذب أصلا هل تتمكن أن تقيس هذه القضية التي هي قضية مزعومة كذب من أساسه تتمكن أن تقيس هذه القضية بقضية الإمام سيد الشهداء بفاجعة الطف المتواترة بأعلى درجات التواتر القضية التي هي من مسلمات التاريخ من واضحات التاريخ أين تلك القضية المزعومة من هذه القضية الواقعية ثم لنفرض فرض محال أن مقتل عيسى بطريقة الصلب لنفرض أنها واقعية ماذا صنع بعيسى على فرض هذه القضية المزعومة لنفرض أنها واقعية أخذوه صلبوه وانتهوا كل شيء خلاص هل تقاس هذه المصيبة لو صحت وهي ليست صحيحة تقاس هذه المصيبة بتلك المصيبة العظمى الفاجعة الكبرى استشهاد المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بتلك الطريقة المفجعة استشهاد جميع أصحابه جميع أهل بيته من الرجال الكبار الصغار الشباب الرضع الأطفال الصغار كم من الأطفال الصغار قتلوا يوم عاشور ثم ما حدث من بعد مقتلهم تلك الفجائع التي حصلت تلك الإهانة الكبرى التي حصلت بالنسبة إلى الرؤوس الشريفة ما حصل بعد ذلك في المسير بالنسبة إلى الرؤوس الشريفة من الإهانة لتلك الرؤوس المنيرة المقدسة ما حصل من بعد ذلك من بعد استشهاد الإمام سيد الشهداء بأهل بيته أسر آل رسول الله صلى الله عليه وآله وما أعظمها من مصيبة قضية الآسر سمعنا بعض الشيء عنها الإهانة التي كانت بنات الرسالة يتعرضن لها في هذا الطريق الضارب الألم النفسي الجسماني الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في مقطع يروى عنه وقال اندمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح العبارة العبارة جدا عجيبة الإمام عليه الصلاة والسلام لا يقول إذا صاح مننا صائح العبارة هكذا اندمعت من أحدنا عين فقط خرجت قطرات دمع من عينه قرع قرع رأسه بالرمح نساء أطفال مصابات بمصائب أحبابهن ما كان لأحدهم ولأحدهن الحق أن تدمع عينه هذا المصيبة الكبرى هل تقاس محنة إيسى بهذه المصيبة أصلاً تلك القضية هكذا نشروها في كل بقعة بقعة من بقاع العالم بهذه الطريقة الشائعة المنتشرة في كل مكان في كل يوم لا في كل لحظة كم مرة يصنعون هذه الحركة إشارة إلى مظلومية عيسى كم مرة في العالم في كل لحظة لعله في كل ثانية عشرات الآلاف من المرات في العالم كله كم يوجد هذا الشعار الصليب في العالم كم عدده مئات الملايين المليارات لعله أكثر والبعض يستغرب أن بعض المؤمنين خلال شهرين فقط يظهرون مصابهم بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام والعجيب أنه لا يتعجب من النصارى تلك القضية غير الواقعية تلك القضية التي مهما كانت حتى لو كانت واقعية قضية صلب وانتهت تلك القضية التي إن صحت وردت على شخص قديس اسمه عيسى بن مريم هذه القضية أعظم بمئات المرات من تلك القضية لو صحت تلك القضية يستغرب ماذا حدث قبل أربعة عشر قرن الأمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام قتل إلى اليوم العزاء عجيب عيسى بن مريم قبل كم قرن قتل لو كان القاتل صحيحا وهو ليس صحيحا قبل عشرين قرن ليست مشكلة عادي جدا ولا كلمة نسمع من شخص من أي دين يقول عيسى بن مريم قد قتل بناء على تلك الفرضية غير الصحيحة قبل عشرين قرن بعد عشرين قرن أنتم أيضا تظهرون المصيبة بقتله لا أحد يقول ولكن على قضية سيد الشهداء كم مرة سمعتم هذه الكلمة لا يتحملون خلال شهرين عزاء الأعجاب الأدهى الآلم على القلب أن هذه الكلمات نسمعها من بعض المسلمين ولا نسمع تلك الكلمات بالنسبة إلى الصليب ولا مرة واحدة لا من مسلم لا من غير مسلم سمعتم؟ هل سمعتم في كل هذه الفترة أن أحدا من هؤلاء المسلمين يعترض على قضية الصليب ما القضية؟ في غرفة النوم تجعل الصليب في غرفة في الصالة تجعل الصليب في الدار تجعل الصليب في المدرسة لا أحد منهم يقول عيسى بن مريم بناء على تلك الفرضية المكذوبة قد قتل خلاص كافي تسمع هذه الكلمة؟ لا أبدا أين إنصافكم؟ عندهم شخصية مظلومة يرفعون راية مظلوميته في كل مكان وعندنا شخصية مظلومة بظلم ما حدث مثله في تاريخ لا أقول في تاريخ البشر في تاريخ الخلق كله ولن يحدث مثل تلك المصيبة فيما سيأتي في المستقبل والبعض منا من المسلمين يستكثر إنصاف على الأقل كن حيادياً أنت مسلم؟ لا لا تفرض نفسك مسلماً أفرض نفسك من أي دين آخر كما لا تعترض على تلك القضية لا تعترض على هذه القضية ولا مقارنة بينهم هذه أعظم من تلك ناهي عن أمور أخرى يصنعونها إن صار بالنسبة إلى هذه القضية إخواني ثلاث نقاط سريعة النقطة الأولى قبل سنوات تحدثنا في هذا المسجد المبارك عن شعار للغدير الشعار للشيء شعار صورة شعار لا شعار كلمة شعار صورة شعار رسم شعار الشعار يسهل الطريق لبيان الشيء تريد أن تتحدث سطر سطرين ثلاثة أسطور ساعة نصف ساعة خمس دقائق بدل كل هذا الحديث تجعل شعارا الشعار يسهل الطريق مضافا إلى أن الحديث سواء كتابة أو قولا لا يعرفه كل الناس الذين يعرفون اللغة الفلانية يفهمون بقية الناس لا يفهمون الشعار يفهمه كل الناس ولذا الأمور الكبيرة الأشياء الضخمة تجعل لنفسها شعارا الحكومات تجعل لنفسها شعارا العلم العلم شعاره الحكومة الفلانية بدل أن يتكلم بلغات مختلفة حتى الناس يعرفون يجعل العلم الأديان المذاهب القضايا الكبيرة في الأديان والمذاهب عندها شعارات الصليب شعار النصرانية الصليب شعار مظلومية ومحنة عيسى بن مريم حسب عقيدته نجمة داود شعار اليهود حتى الشركات لها شعار بدل أن يتكلم بدل أن يكتب بلغة معينة يجعل الشعار الكل يفهم هذا الشعار شعار الشركة الفلانية هذا ترويج لبضائع الشركة الفلانية الشعار خلاصة القضية الشعار يسهل الطريق بيان أي شيء بيان حق بيان باطل جهة محقة جهة مبطلة الشعار يبين تلك الجهة تلك القضية تلك الفئة من الناس الصليب المعقوف شعار هتلر وجماعة هتلر النازيين أشكل من الشعار لباطل أو لحق تحدثنا عن شعار الغدير بعد سنوات بجهود المؤمنين حصل بعض المؤمنين على شعار مناسب شعار سهل والشعار هو هذه العلامة باطن الكف الأيمن منضمة الأصابع مع وجود خاتم في البنصر في أصبع البنصر لماذا الأصابع الخمسة إشارة إلى من حضر من الخمسة الطيبة صلوات الله عليهم الذين كانوا بأجمعهم حاضرين في يوم الغدير الكف الأيمن وبالتحديد باطن الكف الأيمن مكان البيعة إشارة إلى بيعة الناس مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذه علامة البيعة البيعة لا تكون باليسرة تكون باليمنى لا تكون بظاهر الكف تكون بباطن الكف الخاتم علامة اتخذتم باليمين علامة اتخذتم بصورة خاصة في هذا الإصبع علامة على أي حال تفصيله في محله اختار بعض المؤمنين هذه العلامة ونعمة العلامة علامة شعار للغدير بدل أن تكتب بدل أن تتحدث تبدي هذا الشعار أو ترسم هذا الشعار هذا بيان للغدير تريد أن تتحدث عن الغدير تجعل هذا الشعار عشراء تحتاج إلى شعار أم لا ما هو شعار عشراء عشراء قضية صغيرة لا أكبر فاجعة في تاريخ الخلق أكبر مصيبة يلزم أن تكون يلزم أن يكون هناك شعار لعاشراء إلى الآن نحن نتحدث عن عشراء نكتب عن عشراء ما عندنا الشعار يبين للناس الإشارة إلى تلك الفاجعة الكبيرة التي حصلت في يوم عشر محرم سنة واحد وستين للهجرة واحدة وستين للهجرة في أرض كربلاء ما عندنا شعار نحتاج إلى شعار نعم نحتاج إلى شعار الأمر يحتاج إلى تفكير نعم يحتاج إلى تفكير يحتاج إلى تخطيط الشعار المناسب ما هو من الجيد أنه نفكر نخطط نشجع شعار الغدير بعد السنوات بعض المؤمنين طبعا كانت هناك محاولات عديدة جزاهم الله خير جزاء المحسنين ولكن كان هذا الشعار هو الأنسب شعار الكفل الغدير عشورة أيضا بحاجة إلى شعار نفكر نخطط نسأل نبحث عن شعار مناسب يعبر ليس مجرد شيء رسم لا شيء معبر عن عشورة شيء سهل هذا أولا ثانيا النقطة الثانية إن وجدنا وإن شاء الله سنجد بجهود المؤمنين إن وجدنا شعارا السعي لنشر هذا الشعار المشير إلى عشورة في كل مكان في كل يوم في كل بيت كثير أنا سمعت هذا الشيء عن بعض المؤمنين في الهند لعله إن لم أقل كل بيوت المؤمنين الشيعة في الهند يوجد شيء أو مكان مخصص في البيت لقضية عشورة حقا إنهم تقدموا علينا في هذه المزيئة في قضية الشعار الحسينية هم تقدمون علينا تقريبا في كل بيت حسب ما يقال في كل بيت حقيقة أي إنسان مؤمن شيعي في الهند عنده مكان زاوية في البيت غرفة إذا كانت عنده غرف عديدة مكان خاص لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بعض العلامات بعض الأشياء موجودة هناك فأنوان أن هذا المكان لإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعضهم ما عنده غرف عديدة غرفه قليلة يجعل زاوية من غرفة يجعل هذه العلامات يحب ذا لو كنا نحن هكذا أيضا كل واحد مننا توجد في داره مكان للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هنا علامات أشياء تشير إلى مصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إن وجدنا علامة إن وجدنا شعارا نشر هذا الشعار في كل مكان في كل زمن ليس فقط في شهري محرم وصفار على مر الأيام لا ليلا ونهارا الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه في الزيارة المشهورة زيارة الناحية المقدسة يقول ولأبكي أن عليك ولأن دبنك صباحا ومساء صباحا ومساء يعني في كل يوم على الأقل مرتين إشعة القضية هذا ثانيا ثالثا يقال لعلكم أيضا سمعتم هذا شيء مشهور أنه توجد اتفاقية بين الكنيسة العالمية وبين عدد لعله كبير من شركات صناعة الأفلام أن يخصصوا جزءا من كل فيلم ينتجونه جزءا للكنيسة جزءا للصليب مثلا واحد بالماء نسبة اثنتين بالماء خمس بالماء نسبة معينة متفق عليها بين الكنيسة وبين الشركة شركة صناعة الأفلام وأفلام الكارتون الرسوم المتحركة تصنع فيلما من مئة دقيقة مثلا مثلا واحد بالماء لمدة دقيقة من هذا الفيلم يلزم أن يكون مخصصا للكنيسة مخصصا للصليب مثلا بطل الفيلم يمر من أمام كنيسة فيصير تركيز على الصليب مثلا أو بطل الفيلم في مقطع في مشهد يعلق في عنقه الصليب أو خلفية المشهد يوجد صليب أو أمثال ذلك واحد بالماء خمسة بالماء لا أعلم لعله النسم مختلفة مع هذه الشركة مع الشركة الثانية مع شركات عديدة لعلها كثيرة شركات كبرى لصناعة الأفلام طبعا يصرفون في ذلك يعني الاتفاقية يدفعون أموالا طائلة بالمليارات أو أكثر لعله الآن لا أتذكر الرقم الرقم أيضا يذكرونه مبلغ كبير جدا يدفعونه للشركات حتى يخصصوا من كل فنو هذا يجعل الصليب في لاوعي المشاهد نحن أولى بسيد الشهداء وأولى بقضية الإمام الحسين من النصارى بتلك القضية السيد المرجع عنده كلمة لطيفة جدا مختصرة وجميلة يقول يلزم علينا أن ننشر يلزم علينا ثلاثة أمور أولا نشر حب الإمام الحسين المظلوم المقدس محبوب أي شخص عرف من هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يحبه مظلوم مقدس الأقل ما يقال فيه من من الناس لا يحب الإنسان المقدس المظلوم أولا نشر حب الإمام الحسين ثانيا نشر فكر الإمام الحسين هذه مرحلة بعد الحب ثانيا السعي للعمل وفقهما وفق الحب والفكر إحدى الطرق قضية الشعار الشعار طريقة سهلة لنشر الحب ومن بعد ذلك لنشر الفكر إن الحسين باب من أبواب الجنة كيف تفسرون اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى الله كيف تفسرون هذه الرواية الشريفة فسروا بأدنى التفاصيل على الأقل واضح من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته اللهم صلى الله عليه وسلم أحد المؤمنين هذه القضية نقلها بسرعة يوم أمس أحد المشايخ الكرام ذكر لي قضية حصلت له في أيام شبابه أو شك البعض حاول أن يحرفه عن الجاد انحرافا كبيرا جدا هو كان يقول لو كان لو كنت أقع في هذا الانحراف إلى آخر عمري ما كنت أخرج من هذا الانحراف في أيام الشباب الشاب تجاربه قليلة معرفته قليلة لا يعلم أن هذا الطريق طريق خاطئ البعض من شياطين الإنس يصور للناس خصوصا للشباب أن هذا الطريق طريق حسن وبالفعل صورة تلك القضية أو ذلك الطريق صورته صورة شيء جميل ولكن واقعه واقع خطر جدا كان يقول أنا في تلك القضية من حرفت ما هو السبب كل ما كل ما أفكر ما الذي جعلني أصمت في تلك القضية لا أنحرف في تلك القضية لا أحرف كل ما أفكر لا أصل إلى نتيجة ما الذي حفظني إلا شيء واحد فقط وهو أن أمي كانت حسينية بما للكلمة من معنى الله على أفد الله لأجل عين ألف عين تكرم أمه كانت حسينية أثر ذلك بين في ابنها ابنها من حرف من أراد الله به الخير كل الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين ببركات الحسين ببركات اسم الحسين اللهم لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا اللهم زد في قلوبنا حب الحسين وحب زيارته زد في قلوبنا بغض أعداء الحسين اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة